اشتركوا في القناة وبعد محاولة طويلة لإخراجه بدفعه إلى الخلف لم يتمكن الرجل من حصد أي نتيجة إيجابية إلى أن تدخل المصور بقرة في خندق علقت بقرة في خندق به بعض المياه ولحسن الحظ أن المياه لم تغطي البقرة بالكامل فظلت تتنفس إلى حين وصول رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر المتخصصين في نجدة الحيوانات قام الرجلان بربطها بالحبال وقد تطلب رفعها قوة عشرة رجال نظراً لوزنها الثقيل الذي تجاوز 500 كيلو جرام لدينا هنا ثعلب صغير كان قد حاول القفز فوق السياج فعالق ذيله بين البابين وقد بقي هناك لأيام وهو يعاني إلى أن جاء فريق الإنقاذ وأمسك الشخص الأول برأس الثعلب ليفتح الآخر الباب ويحرر ذيله بعد ذلك تم أخذه للبيطاري من أجل العلاج عادة ما يعيش حيوان الأيل في مناخ بارد جداً حيث تتجمد البحيرات في فصل الشتاء وعند تجوله بالمكان كثيراً ما يضرب بقوة بقدميه مما يجعله يكسر الجليد فيسقط في المياه المتجمدة وغالباً ما تبقى عالقة هناك دون مساعدة وقد شاهد شاب معاناة هذه الحيوانات عن الفيسبوك وقرر أن يصنع شيئاً فطلب من والده أن يرافقه لمساعدتها وكانا يربطان أرجل الأيل ويقومان بجرها إلى الضفة حيث يمكنها الوقوف على قدميها وبالتالي النجاة كلب في الجليد كان هذا الكلب يتجول بهدوء في المنطقة إلى أن سقط تحت الجليد وقد حاول صاحبه أن يساعده لكنه تعرض لنفس الخطر فاتصل أفراد العائلة بطاقم الإنقاذ بعد أن باءت محاولة الكلب في الصعود إلى السطح بالفشل حيث تجمد جزءه السفلي مع أرجله الخلفية بعدها وصل المنقذ على مركب وقام بنقل الكلب إلى الضفة حيث التقى بصاحبه الذي تم إنقاذه هو الآخر من طرف الطاقم بقرة في جب علقت البقرة مولي ذات التسع سنوات في قعر حفرة عميقة بلغ عمقها عشرة أمتار تقريبا وقد بقيت هناك لثلاثة أيام متتالية وهو مكان من الصعب جدا أن يخرج منه حيوان صغير لكم إذن أن تتخيلوا كيف يمكن إخراج بقرة يقدر وزنها بنصف الطن اتصلت صاحبة المزرعة برجال الإنقاذ بعد أن لاحظت اختفاء بقرتها ليعصروا عليها عالقة بحفرة عميقة قام الفريق بلفها بحبال ذات تصميم خاص وأخرجوها باستعمال رافع وبعد فحصها تبين أنها لا تعاني من أي ضرر ربما لحق بها أثناء مدة بقائها محتجزة في الحفرة كلب في مصيدة لعل هذا الكلب المسكين قد علق في شباك فخ نصب لغيره من الحيوانات أو وضع من طرف شخص شرير لكن ومهما كان السبب فالمهم الآن هو إنقاذ الكلب الذي أصيب بجروح في ساقه بسبب الفخ الذي وقع فيه أول ما كان عليهم فعله هو القبض على الحيوان المسكين الذي كان يحاول الهرب وفي اعتقاده أنهم سيسببون له المزيد من الأذى ومن تم نقله إلى مستشفى بيطري لعلاجه اضطر التقم الطبي إلى بدر ساقه بالكامل بعدها نقل إلى أحد الملاجئ حيث ينتظر العثور على أصدقاء جدد وأخيرا الفيل بأحدى المحميات الطبيعية في كينيا عادة ما تبحث الفيلة عن مكان للسباحة لكن هذا الفيل اختلطت عليه الأمور حين رأى أمامه حفرة من الطين ظن أنها بحارة للسباحة فعلق فيها ولم يتمكن من الخروج لحسن الحظ أن بعض الفلاحين قد تداركوا الأمر وتعاونوا مع عمال المحمية فجلبوا حفارة لمساعدة الحيوان على الخروج من الحفرة لذلك قامت الآلة بحفر حافة الحفرة على شكل طريق ليتمكن الفيل من الخروج وقد تمت عملية الإنقاذ بنجاح إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر